زياني اليوم الأندية العراقية ومشاركتها في بطولات الاتحاد الآسة وفي ضوء التراقيص ما أحد اتصل بيك يا سيد عبدالخالق حتى من باب الاستشارة من باب أي شيء من أجل مساعدة هذه الأندية من أجل الحصول على استئناب جديد من اتحاد الآسة وبصفتك النائب لرئيس جهة المسابقات المعنية بهذا الأمر أبداً ما أحد متصل بيك لا أعضاء الاتحاد ولا لجنة الترافيز ولا رئيس الاتحاد ما أحد متصل بيك زيان اليوم القرارات اللي خرجت أو اليوم أمس خرجت القرارات بالنسبة للرؤساء اللجان أسألك هذا السؤال لو كنت أنت سميت نفسك رئيساً للجنة المنتخبات كيف سيكون رد الفعل بتوقعك سيد عبدالخالق والله كان يكون ضجة كبيرة والرئيس الاتحاد الوزير يكون رئيس اللجنة أنا أعتبر هو شيء خاطئ لماذا البقية الأعضاء الاتحاد ما يستدمون اللجان إذا رئيس الاتحاد يستدم رئيسة اللجنة خلي نائب الأول نائب الثاني البقية الأعضاء هم يستدمون رؤساء اللجان قبل كان يتكلمون على اتحاد السابق على اتحادنا يقولون أعضاء الاتحاد مستلمين الرؤساء اللجان فقط أنا وكابت الشرار ما كنا مستلمين اللجان كان يتكلمون علينا الآن لماذا ما يتكلمون على هذا الاتحاد هل تتوقع يعني بسبب أنه اليوم اللي موجود بالاتحاد هو نجم دولي سابق السيد عدنان درجال والكابتن يونس محمود يمكن هاي الشفعة لهم أمام الجماهير تتوقع هي شيء سيد عبدالخالق هذا الأمور لا 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 ما أتوقع ما لا علاقة لا كابتن عدنان أنا أتكلم على منظورة اتحاد كرة القدم نعم قبل كان يتكلمون على اتحاد كرة القدم وإصلاح نسوي اين الا بالاتحاد هالعقود اللي موجودة الآن هو الاصلاح هالدوري اللي كان انتهت في نهاية الشهر السابق ايضا كان اتعادنا السابق لانتهي دول في نهاية الشهر السابق نعم شنه الاصلاح اللي صارت في اتحاد كرة القدم دوري دوري الآن النقل هذا تعتبر اصلاح لحد الآن هذا لا يعيتبر اصلاح يقول أبا شكياً جيد جداً قناة العراقية الرياضية نعم عقود تجهيزات رياضية تكلم كابتن باصل تكلم عن التجهيزات الرياضية الرديئة اللي الآن يلبس المنتقب الوطني أنا ما شاهد هكذا التجهيزات زمننا ولا السابق ولا في الزمن كابتن روسيا سعيد كان رئيس التعاد أو كابتن ناجع عمود كان رئيس التعاد عصب ما سمعت من كابتن باصل جوركيز أنا ما شاهد في التجهيزات الرياضية بس سال عبدالخالق أيضا في وقتكم كانت أيضا تجهيزات كانوا اللاعبين أحيانا بأحد الجانب يتحدثون كانت هي مو مستوها عالي نفس الوضعية ما كانت هي على مستوى عالي حتى الشركات هي موديت شركات أنت ش ترد على هذا الأمور في زمنكم فهل فعلا كانت تجهيزاتكم أيضا سيئة أنا أستاذ نور أنا ما قيل لك بوقتنا تجهيزات على مستوى عالي أديداز أديداز أو الفوما كان موجودة في زمننا أنا ما قيل على مستوى المبالغ اللي كنا ندفع بها تجهيزات معقولة كان منتقب ولكن اللي الآن سمعت من كابتن باصل جوركيز كانت تجهيزات رديئة من المفترض هم الآن وزير كل إمكانيات موجودة ما للدولة أمامه ورئيس الاتحاد لحد يقول كابتن عدنان درجال مستلم قبل شهر لا بوقت التطبيعية أيضا أنا يعتبره هو رئيس الاتحاد لأنه تطبيعية ما كان يخطو خطوة واحدة إذا مو بحلم كابتن عدنان درجال من المفترض اللي كان يتعاقدون معها أحسن شركة في العالم أديداز أو بوبا أو أمبرو من النوء الجيد مو اللي الآن متعاقدين معاه أو نايك